بسم الله الرحمن الرحيم في الآيات السابقة الله تبارك وتعالى ذكر ما ابتلي به بن إسرائيل من العصيان والمخالفة وما نالهم من العقاب والعذاب وفي هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يبين أن من يؤمن بالله حقيقة ويعمل الصالحات سواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم فإن الله تبارك وتعالى يحفظ له أجره ويجازيه الجزاء الحسن كما أن من يخالف الأوامر الإلهية فأنه يعاقب على عمله فيقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا بمعنى أسلموا الإيمان هنا بمعنى الإسلام والذين هادوا يعني اليهود والنصارى الذين يؤمنون بعيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام والصابئين الصابؤون لهم دين خاص يحتمل أنهم أهل كتاب في الآصل قبل أن ينحرف دينهم في حقيقة الصابئة غموض وخلاف وربما قيل أنهم عبدتوا النجوم ففي تفسير علي بن إبراهيم الصابؤون قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى ولا مسلمون وهم قوم يعبدون الكواكب والنجوم من آمن بالله واليوم الآخر حقيقة الأسماء مو مهمة إن الذين آمنوا يعني أسلموا الذين هادوا النصارى الصابئين هذه الأسماء لا تهم المهم من آمن بالله واليوم الآخر حقيقة طبعا ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بالأنبياء والأوصياء لأن الإيمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى يستلزم الإيمان بالأنبياء والأوصياء وأن لا لم يكن إيمانا بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا مما أمر الله تبارك وتعالى به هؤلاء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا هم يحزنون فإذا أصابهم المكروه لا يحزنون لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى سيعوضهم في الدنيا والآخرة فلا ييأس أحد منهم من روح الله ما دام في الدنيا وقد مر في الآية 38 الفرق بين الخوف والحزن فراجع يحتمل في هذه الآية الكريمة أنها تشير إلى إن من اعتقد بهذه الشرائع والتزم بها قبل نسخها هؤلاء كلهم في الجنة إذا كان إيمانهم إيمانا حقيقيا واستتبع العمل الصالح فاليهودي في زمن النبي موسى عليه السلام قبل نسخ شريعته والنصراني في زمن النبي عيسى عليه السلام قبل نسخ دينه والصابئي إذا قلنا أنهم انشعبوا من أهل الكتاب قبل نسخ دينه هؤلاء كلهم في الجنة لأنهم اتبعوا الدين الحقيقي الذي أمر الله تبارك وتعالى به في الحديث الشريف أنه نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل فرأى أثر الخوف عليه فقال ما بالك فقال إني أخاف الله فقال يا عبد الله خف ذنوبك الإنسان لازم يخاف من ذنوبه وخف عدل الله عليك في مظالم عباده خاف من عدل الله إذا تجاوزت على الناس وتعديت عليهم فيأخذك عدل الله وأطعه فيما كلفك ولا تعصه فيما يصلحك إذا سويت هذه الأمور ثم لا تخف الله بعد ذلك فإنه لا يظلم أحدا ولا يعذبه فوق استحقاقه أبدا نعم أكو هناك خوف شنو هذا الخوف؟ سوء العاقبة إلا أن تخاف سوء العاقبة بأن تغير أو تبدل فإن أردت أن يؤمنك الله سوء العاقبة فاعلم أن ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه وما تأتيه من سوء فبإمهال الله وأنظاره إياك وحلمه عنك نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا من جميع المخاوف وصلى الله على محمد وآله الطاهرين